شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر و تشاد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت معدلات التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير وتعزز القيادة المصرية جهودها لدفع الاستثمارات نحو تشاد وتعمل على تشجيع المستثمرين المصريين على استكشاف الفرص المتاحة في السوق تشادية وتجمع مصر و تشاد العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة مثل الزراعة والصحة والتعليم والطيران وتبرز هذه الجهود التزام البلدين بتحقيق منافع مشتركة وتوسيع فاق التعاون الاقتصادي بينهما تعزز التعاون الاقتصادي مع الدول الافريقية شعار رفعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية حيث حرص على تحقيق سياسة المنافع المشتركة للشعوب الافريقية وتعد العلاقات الاتصادية بين مصر و تشاد واحدة من اهم العلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل 23.5 مليون دولار خلال 2018 مقابل 6.9 مليون دولار خلال عام 2017 وفق تقرير صادر عن ادارة الدولة والمنظمات الافريقية ووحدة القميسة بجهاز التمثيل التجاري كما ارتفعت صادرات مصر الاتشاد لتصل الى نحو 21.5 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 6.6 مليون دولار خلال عام 2017 بينما ارتفعت الواردات الى 2.5 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 267 ألف دولار خلال عام 2017 وتحرص القيادة السياسية في مصر على تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثمراتهم للدول الافريقية ومنها تشاد وتجمع مصر وتشاد العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في العديد من المجالات الزراعية والصحية والتعليمية والثروة الحيوانية والطيران والشحن الجوي ما يؤكد الرغبة الحقيقية للبلدين للاستفادة من الامكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بينهما